سرطان الخسيطين أو سرطان تستيكولار تيومر طبعاً ما في عمر ما يقدر نحكي أنه هذا متعلق في عمر الشباب أو عمر الكبار لدينا أنواع كثير من سرطان الخسيطين أكثر نوع نحن نحكي عنه اللي هو نوع اللي هو جابسل تيومر أو اللي هو اللي يبيه بنتج داخلي من داخل الخسيط نفسها وأكثر من واحد فيه اللي هو السيمينوما أو تيراتوما هذو الأثنين بكونوا الورامين أو جابسل تيومر بكون له علاقة بالأعمار بين العشرين نعم بسموها من العشرين إلى الثلاثين طبعاً المريض يجب اكتشاف إلا أنه عنده ورم بالخصية يعني بشكل سريع جداً أول شيء مش عرفيه المريض أنه في عنده قتلة غير مؤلمة داخل الخصية أو أحياناً مو صاحبي لألم بس لكن الألم يجب أنه يتفرغ عنه بين أنه الألم هاي ناتجة عن طريق ضربة أو التواء بالخصية أو التهاب بالخصية إذا استبعدنا أنه في عنده هاي الأمور الثلاث بعد الفحص السريري إذا وجدنا أنه فيه كتلة أو اشتباه فيه كتلة يجب عمل ألتراساون بعد فحص طبعاً السريري للخصية فيه هرمونات معينة أو تيومر ماركة بسميها اللي هو أوراة معينة بالخصية بتنتجها فحص دم بسيط يجرى للمريض نقدم نعرف بالضبط اللي هو نوعية الوراة هل هو ورام سيمينوما أو هل أن سيمينوما في كلتا الحالتين يجب إزالة الخصية إزالة قطعية بجرح بسيط بصير عملية اللي هو إخراج الخصية من هذا الجرح مع الحبن والناقل إلها واستقصاها كاملة وبعدين نبعث الوين لفحص الأنسج مع فعب بعدين فترة أو قبلها نكون عاملين نحصوها الطبقية للصدر والحوض والبطن نشوف إذا فيه غدد لنفاوي مصابة طبعاً كمان نفس الشيء إذا طبيعة الورام شو طبيعته هل هو ورام مثل سيمينوما باعتمد شو نعمل بعدين هل نعطي أشعة أو كيماوي أو مجرد عملية مجرد مراقبة المريض بإعادة فحص الدم لهرمونات معينة اللي يسموها تيومر ماركرز بفرزها الورام نفسه أو عملية بشكل دوري نعمل عملية اللي هو صور طبقية للبطن والحوض في بعض الأحيان نطلب نعطي مرضى كيموثرابي كيماوي بيكون هذا الورام حساس جداً للكيماوي ونعطيه عدة صايكلات للورام أكثر شيء ممكن يعمل سرطان للخصيتين اللي هو حالياً مدروس دراسة كبيرة اللي هو المرضى اللي عندهم الخصي هاجرة يجب كل مريض كان عنده خصي هاجرة تم تنزيلها بعد سنتين بعد عمر سنتين أو ما زالت عنده خصي هاجرة لأنه راجع الأخصاء المسالي البولية لإجراء الفحوصات المناسبة لأنه إذا كان خصي هاجرة ترفع عملية أنه يصير عند المريض سرطان في الخصيتين خمس فولس يعني خمسمية بالمئة على عمر معين أكثر من عمر عمر عشرين مثلا ممكن ترفع على 14 فولس يعني 1400% لذلك كل مريض عند كانت عنده خصي هاجرة إن كانت في القناة نفسها أو في البطن يجب عليه أنه راجع خصائي جراحة كبيرة ومسالك البولية لإجراء الفحوصات المناسبة هذا البرن اللي نستطيع علاجه خاصة إذا كان في مراحل الأولية يتم بالتوعية توعية المرضى أنا أتذكر أحياناً لما كنا في أثناء الإقامة في أستراليا كنا نعمل زي زيارات دورية على المدارس نعمل يعني خلي المرضى الطلاب نفسهم يفحصوا خاصيتين لهم هل في أورام هل في إشي كتل هم حاسينها موجودة ولا لا إذا كان موجود أشيء زي هك بسير عمله أملية تشخيص قبل ما يصير عملية تطور للمرض إذا تم هذا الحكي بسير توعية إنه إذا الشاب وجد إنه في كتلة موجودة أو إحساس غريب داخل غشاء الصفن بالخصيتين يتوجه للأخصائي اللي هو أخصائي جراح الكلا والمسالك المولية يتم تشخيصه فحصه سريريا طلب الفحوصات الدم اللازمة عمل الصور اللازمة وبعدها إجراء تداخل الجراحي المناسب أول تداخل جراحي تم عادة اللي هو عملية استقصال الخصية استقصال قطعي وبعث العين كاملة إلى المختبر وبناء عليها تم عملية اللي هو علاج المريض بالأيام اللي تلي عملية استقصال خصية معظم الأحيان إذا عملنا إحنا العلاج بالطريقة من الوقت المحدد بتبع عملية جسد اللي هو مراقبة المريض بأخذ زي ما حكينا سابقا أنه أخذ عينات من الدم وإجراء فحصات شوعية مناسبة إذا لا سمح هلا وجدنا أنه تم انتشاره طبعا باعتمد على طبيعة المرض في مرضى بس عملية أشعة للغدل النفاوي اللي هي بالبطن في مرضى نحتاج عملية اللي هو إعطاءهم كيماوي في مرضى نحتاج نعمله عملية اللي هو استئصال جميع الغدل النفاوي الموجود في البطن في جميع الحالات يعني فيه علاج مناسب إن شاء الله لكل شيء نتمنى لكل مريض اللي هو الشفاء العاجل ونتمنى لكل مرضى الأصحى إنهم أشكرا